قبل عام من الآن انطلقت في قطاع غزة مسيرات العودة وكسر الحصار التي كرست حالة من النضال السلمي بوجه الاستهتار الصهيوني وعنجهيته العسكرية الفلسطينيون الذين سطروا بدمائهم صورا تستنهض همم الأجيال يحيون اليوم الذكرى السنوية الأولى للمسيرات من خلال تظاهرات حاشدة تزامنا مع الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض وذلك لإصال رسائل للعالم أجمع والاحتلال خاصة بأن حراكهم الشعبي مستمر حتى تحقيق أهدافه في ظل مناشدات أممية لإنقاذ القطاع وسكانه من الأوضاع الكارثية التي وصلوا إليها بعد أعوام الحصار الطويلة والقاسية المسيرة التي تنادي بعونة الفلسطينيين إلى القرى والمدن التي هجروا منها وإنهاء الحصار المضروب على مليوني مواطن في قطاع غزة ردت للقضية الفلسطينية اعتبارها وعادتها لصدارة المشهد من جديد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مراقبون للأوضاع أكدوا أن مسيرات العودة وكسر الحصار أثبتت نجاعة خيار المقاومة الشعبية وأنها رديف للمقاومة المسلحة إضافة إلى نجاحها في تعزيز الجبهة الداخلية وحالة التماسك بين الفصائل الفلسطينية القطاع الذي صمد أمام ثلاثة حروب قاسية وعشرات الاعتداءات العسكرية الصهيونية وحصاراً امتد لأكثر من 12 عاماً صمد كعادته وما زال متمسكاً بأهدافه رغم القمع الدموي لتلك المسيرات والذي خلف 266 قتيلاً وأكثر من 29 ألف مصاب ويصر المقاومون الفلسطينيون الذين عرّوا نهج الاحتلال الصهيوني على المضي قدماً نحو أهدافهم غير آبهين بآلة القتل الصهيوني التي يلوح بها الاحتلال لوأد حلم العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة نانسي قنقر